السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نبلش بدرس جديد هو خصائص الصوت نذكر سابقا تعريف الصوت وكما قلنا الصوت هو عبار عن موجات تنشأ من احتزاز المادة وتنتقل في الاوساط الصلبة والسائلة والغازية ولا تنتقل خلال الفراض موضوعنا اليوم عن خصائص الصوت شدة الصوت درجة الصوت نوع الصوت خصائص الصوت يعني صفات للصوت اول خصير هنتعرف عليها هي شدة الصوت شدة الصوت نطرق هون ترقنا بشكل ضعيف فكان الصوت ضعيف اذا ترقنا بقوة اكبر يكون الصوت قوي هذا ما يعرف بشدة الصوت شدة الصوت اذا هي الخصيصة التي تميز بها الاذن الاصوات الضعيفة من الاصوات القوية سوف نتعرف الآن على العوامل التي تعتمد عليها شدة الصوت لدينا تجربة بسيطة هي عبارة عن دقائق من السكر مثبتة على علبة الكتاب معروضة على طبلة بنفس المبدأ اذا ترقنا بلطف تحتز دقائق السكر بشكل بسيط جدا اذا فالصوت هنا ضعيف واذا ترقنا بقوة تحتز دقائق السكر بشكل كبير اذا تعتمد شدة الصوت على مقدار الاهتزاز فكل ما كانت قوة الصوت كبيرة كان الاهتزاز اكبر وكل ما كانت قوة الضرب ضعيفة كان الاهتزاز ضعيف سوف نتحدث عن عامل اخر وهو المسافة بين السامع ومصدر الصوت لدي تجربة بسيطة جدا عبارة عن لعبة تصدر الصوت عندما كانت قريبة كان الصوت مرتفع من ادني سوف اقوم بابعاد المسافة نلاحظ انها بعدت المسافة فضعف الصوت اذا تعتمد شدة الصوت ايضا على المسافة بين السامع ومصدر الصوت كلما قلت المسافة بينهما ازدادت شدة الصوت الخاصية الثانية وهي درجة الصوت ثبتنا قطعة مطاط بشكل طولي على الصندوق تصبح المطاطة رفيعة جدا لنسمع الصوت الصادر منها يطلق على الصوت الصادر منها برفيع حاد سوف نقوم الآن بتغيير وضعية المطاطة بحيث تكون بشكل عرضي توقع ان يزيد سمك المطاطة لنلاحظ الصوت الصادر منها لننظر المطاطة اصبحت اكثر سمكان نسمع الصوت الصادر منها الصوت غليظ اذا في الحالة الاولى كانت المطاطة موضوعة بشكل طولي رفيعة الصوت حاد وعندما توضع المطاطة بشكل عرضي تصبح اكثر سمكان والصوت غليظ هذه الخاصية التي تميز بها الاذن الاصوات من حيث الحدة والغذة يطلق عليها بدرجة الصوت اذا درجة الصوت الخصيصة التي تميز بها الاذن الاصوات الحادة من الاصوات الغليظة نلاحظ ان صوت المرأة رفيع حاد لان الحبال الصوتية تكون رفيعة اقل سمكان وصوت الرجل غليظ لان الحبال الصوتية غليظة اكبر سمكان الخاصية الثالثة وهي نوع الصوت بامكانك عزيز الطالب تمييز صوت والدك من صوت والدتك او تمييز صوت القطة من صوت الحصان هذه الخاصية نطلق عليها نوع الصوت وهي الخاصية التي تجعل الاذن تميز الاصوات المختلفة مثل نستطيع تميز صوت المرأة من صوت الرجل إذن هناك ثالث خصائص للصوت شدة الصوت درجة الصوت نوع الصوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته